السلام عليكم أعزائي الطلبة سنتحدث عن معاملات لجرانجل تحديد المقراطة العظمة والصغر إذا كان لدينا الدالة FXY ودالة GFXY دوالي في المتغيرات له مشتقات جزئية متصلة من الردبة الأولى حيث GFXY تحق المعدلة نابلة GFXY ليس هو الصف في المستوى OXY وكالة الدالة FXY قيمة عظمة محلية أو صغر محلية FFXY تحت الشاط أو تحت القيد GFXY يصوصف فإنه يوجد عدد حقيق لندة بحيث يكون نابلة FFXY يسوي لندة GFXY أو بمعنى آخر مشتقات جزئية للF بالنسبة للX يسوي لندة في المشتقات الجزئية من GX FFXY سوى لندة GY والجيوب XY يساوي صف ناخد مثال وقد القيم العظمة والصغر للدالة FFXY يساوي إذا كان XY تقع على المنحنة أربعة X تربية زاد Y تربية صف إذا الدالة G هتكون بالشكل ده من المعادلة الأولى FFX سوى لندة GX إذا Y يساوي 8 لندة Y معادلة الثانية FY يساوي لندة GY إذا X يساوي 2 Y لندة نعود على قيمة Y من المعادلة الأولى في المعادلة الثانية يبقى X يساوي 16 X لندة تربية X يساوي 0 X يساوي 0 واللندة يساوي زاد أو ناقص 1 على 4 نعود على قيمة اللندة في المعادلة الأولى إذا Y يساوي 2 X زاد أو ناقص نقض القيمة دي ونعود في المعادلة ده عشان نجيبت قيمة X هنشوف إذا زي ما قلنا هنعود X يساوي إذا X يساوي 0 واللندة يساوي زاد أو ناقص 1 على 4 هنعود قيمة Y بالشكل زاد أو ناقص 2 X نعود عن قيمة Y في المعادلة دي إذا 4 X تربية ونعود عن قيمة Y إذا X يساوي زاد أو ناقص 1 على 2 النقاط بتاعتي هتكون هاي نلاحظ أن عند X يصف و Y يصف بس النقطة دي لا تقع على المنحنة عشان هذه السلبة 4 يصف نشوف هنا قيمة دال عند النقطة دي 1 أقبار من الصف وهنا 1 أقبار من الصف وهنا 1 أقبار من الصف وهنا 1 أقبار من الصف لنقاط عظمة هنا السلبة 1 والسلبة 1 يبقى نقاط صغر شكرا